السلام عليكم بس بي أفانيو أهلا بحضراتكم في الحلقة التانية من سلسلة تعلم الإنجليزية من الصفر الحلقة اللي فاتت تكلمنا إزاي نقدم نفسنا باللغة الإنجليزية ولما كنتوش شفتوها ممكن ترجعوا لها سيبها إن شاء الله في نهاية الفيديو في قيمة التشغيل بيبقى فيها كل فيديوهات السلسلة دي بإذن الله نشوفوا النهاردة هنتكلم عن إيه هنتكلم عن عنواني إزاي أقول عنواني باللغة الإنجليزية كلمة عنواني نفسها يعني إيه عنواني يعني my address قول معايا كده my address يبقى كلمة address يعني عنوان وmy لما لقيه كلمة my دي أعرف الحاجة دي بتاعتي أنا ملكي أنا بتخصني أنا يبقى عنواني اسمها my address طيب عشان أسأل عن عنوان حد أسأل حد عن عنوانه هاسأل هنا إزاي ما عنوانك يعني إيه ما عنوانك يعني what's your address أقول معايا كده what's your address what's ما هو عنوانك what يعني ما أو ماذا what your address يعني عنوانك أنت حاجة بتاعتك أنت بستخدم كلمة your وإز دي فعل مساعد بيجي هنا في السؤال ولم بتجن فعل أصلي يبقى معناها إز معناها يكون what's your address ولي معايا كده مع عنوانك يعني إيه what's your address الأباسترو في اس دي اختصار كلمة إز زي ما قلنا طيب هنا البنت ردت علي قالت له إيه قالت له عنواني 14 شارع عربي الزمالك القاهرة كده بنقول عنواننا بنقول رقم المنزل والشارع والحي والمدينة هقوله إزاي بالإنجلش بقى قلنا عنواني يعني إيه يعني مايا تراس وعنواني يكون يبقى لازم كلمة إز مايا تراس إز يعني عنواني هو هو إيه بقى 14 يعني 14 واسم الشارع اسمه عربي هكتب عربي وشارع يعني street شارع يعني إيه street يبقى my address is 14 عربي street الزمالك اللي هو اسم الحي وبعدين المدينة القاهرة اسمها بالإنجلش Cairo القاهرة اسمها إيه Cairo يبقى بكتب العنوان بتاعي بالشكل ده وبحط قمة بعد الشارع وبعد الحي وهكذا يبقى لما حد يسألني what's your address مع عنوانك أرد أقوله إيه my address is وأقول بقى العنوان زي ده مثلا my address is 14 عربي street الزمالك Cairo يبقى أسأل تاني السؤال ده ونتمرن عليه كده مع بعض أقوله معي what's your address my address is 14 عربي street الزمالك Cairo طب هي دي بس الطريقة اللي بسأل بيها عن العنوان لا فيه كمان طرق تانية إن نسألك مثلا أين تسكن أو أين تعيش أين دي اسمها where أين اسمها إيه أقوله معايا كده where 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 do you live كلمة live يعني يسكن أو يعيش you you يعني أنت ودو ده تفعل مستعد بي كيف زمان اسمه present sample يعني المدرعة البسيط هنتكلم عنه بعدين إن شاء الله يبقى أين تسكن أو أين تعيش اسمها إيه where do you live يبقى دي طريقة تانية نسأل بيها عن العنوان طبعا ما حد يسألني ويقول لي where do you live هارد أنا بقى أقوله إيه هقوله أنا أعيش في الجيزة مثلا هقولها إزاي أنا يعني I I live in Giza يبقى أنا أعيش في الجيزة بقول إيه I live in I live in وبعدها المدينة اللي أنا عايش فيها in يعني في وجيزة اللي هي محافظة الجيزة يبقى كلمة يعيش أو يسكن اسمها إيه live live يبقى أين تعيش قوله معايا بقى تاني where do you live وإجابتها I live in Giza نقول السؤال والإجابة تانية مع بعض where do you live I live in Giza طب أنا عايش في المنصورة كنت هقول إيه I live in منصورة عايش في أسوان أقول إيه I live in أسوان وهكذا كمان لو لقيت حد داني عايزة أسأله من أي بلد أنت حد مثلا سائح حد حاس أنه مش من بلدي هقول له من أي بلد أنت اسمها إيه where are you from من أي بلد أنت يعني إيه تاني where are you from وهو هيرد يقول لي أنا من مصر طيب أنا من مصر أقولها إزاي I'm from Egypt أقول إيه تاني I'm from from يعني من وإيجابت اللي هي مصر يبقى مصر بالإنجلش اسمها إيجابت I'm from Egypt يبقى الطريقة الثالثة اللي أسأل بيها عن المكان اللي أنا منه أقول من أي بلد أنت يعني where are you from I'm from Egypt والمعي تاني where are you from I'm from Egypt يبقى كده تلات طرق عرفنا إزاي نتكلم بيهم عن عنواننا أو المكان اللي إحنا عايشين فيه وكمان بلدنا إيه تابعونا إن شاء الله نضر رابط صفحة الفيس بتاعتنا ممكن تبعتولي أي استفسرات عليها بإذن الله وأجاوب عليها thank you نشكركم على حسن المتابعة شوفكم وريب إن شاء الله thank you goodbye